السلام عليكم طلاب العزاء طلاب الصف السادس العلمي بالفرعين التطبيقي والأحيائي اليوم عندنا المحاضرة الأخيرة من موضوع الرني وصلتنا إلى سؤال منهجي اللي هو سؤال رقم سبعة من كتاب الأحيائي بأسئلة الفصل واللي هو سؤال دعش بكتاب التطبيقي بأسئلة الفصل أيضا سؤال شي يقول يقول دائرة تيار متناوب الحمل فيها ملف مقاومته من طين المقاومة مقاومة R قيمة R 500 أوم ومتسعة متغيرة الساعة عندما كان مقدار ساعة هنا شو يعدكم تعديل خطأ طباعي ساعة المتسعة ترى 0.05 مايكرو فارد مو 50 مايكرو فارد ومصدر الفولتية المتناوبة مقداره V شقد من طيني فيه 400 فولت وبتردد زاوي أوميغي يساوي 10 أس أربعة راد على سكند وكانت القدرة الحقيقية المستهلكة في هذه دائرة تساوي القدرة الظاهرية يعني القدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية هاي معطيات السؤال زين شي يريد من عندي يقول أحسب أولا أولا شي يريد أولا يقول أحسب معامل الحث الذاتي L وتيار الدائرة وتيار الدائرة I حلو ثانيا يقول أريد من عندك كل من رادة الحث ورادة الساعة XL والأكسي وثالثين يريد زاوية فرق الطور انتبه على الثالثين يقول أريد زاوية فرق الطور وما مقدار عامل القدرة يعني أريد فاي وأريد الباور بيرفكت أربعة يقول ما مقدار عامل النوعية اللي هو شنو كيو أف خمسة عارع أخلي لك يا وحد خمسة النقطة الخمسة أعتبرها سؤال منفرد نهاية السؤال رح أذكر لك يا خلن الحلسة مطلب مطلب إذا باعوا على السؤال قايل لرنين لا بس قايل ربط توالي وساكن زين أنا شون رح أعرف الموضوع رنين لقيت لي شغلة تقول أنه القدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية إذن هذا الموضوع شنو إذن هذا الموضوع رنين لأن من خواص الرنين القدرة الظاهرية تساوي القدرة الحقيقية إذن موضوع شنو رنين يلا على بركة الله تعالوا خلن نحل على القوانين الرنين أجي على أول شي رايد من عندي L بقوانين الرنين أنا عندي أوميغا تساوي لي واحد على تحت الجذر L في C ممكن أستخدمه بس L إلى قانون آخر بالمشتركة إلى قانونيا واحد يقول أوميغا L واحد يقول 2 by F لل فأنت ألمين تختار أكو قانون يقول لك XL تساوي أوميغا L استاذ ليش أخذت هذا القانون لأن أنت عندك بالسؤال أوميغا فتقدر تستخرج L يعني شا تقول لها L تساوي المضرب بها بالمجهول ينزل بالمقام اللي هو أوميغا والورا اللي يساوي يصعد لي فوق XL زيان استاذ بهاي الحال إحنا XL ما عندنا إيه ما يخالف ما عندك XL شوف المطلب الثاني يقول أريد رادة الحث ورادة الساعة أنت أي وحدة من عدم تطلحهم وما مساوين ليش لأن الدائرة رانين تعال خنروح على ثانية تقدر تطلق الXC اللي هي رادة الساعة وتقول هي مساوية اللي رادة الحث وتعوضها هي أقدر ليش لأن عندي قانون يقول الXC تساوي واحد على الأوميغا C مصح زيان أنت شا تريد تريد تطلق الXC وعندك أوميغا بالسؤال وعندك C بالسؤال فسهلة تقدر تستخرج إذن XC تساوي واحد على الأوميغا 10 أس 4 في سعة المتسعة شجد صفر بوينت صفر خمسة في 10 أس سالب ستة استاذ ليه ضربتها سالب ستة لأنه شنو مايكرو والمايكرو 10 أس سالب ستة إذن XC تساوي بقى انتبه اللي شو رح أبدل بالأرقام واحد على تبه خمسة في 10 والسالب الثمانية في 10 والس موجب 4 استاذ هاي شنو هاي السالب الثمانية باوا هاذا البوينت معبر تمرتبتين اترف عليها أس أس سالب 2 سالب 2 وسالب 6 سالب 8 إذن XC تساوي 1 عفو 1 على خمسة يش قد 0 point 2 عفو مو نصف 0 point 2 1 على خمسة تخسيم مو مش قد 0 point 2 في 10 أسموجب 4 زين هذا الpoint إذا راح شيروح يروح واحد من الأسس تبقى 10 أسموجب 3 إذن XC تساوي 2 في 10 أسموجب 3 زين أنا أردأ سويها بالعرقام مو بالأسس إذن XC تساوي 2 والعشرة أسموجب 3 يعني كم صفر 3 صفار 1 2 3 يعني 2000 أوم شوف حالية المطلب الثاني قبل المطلب الأول طلعت شنو XC زين الدائرة مورنين بما إن الدائرة رنين إذن XC ترى هي ساوي XL وتساوي شقد طلع ناتجين 2000 أوم طلع شقد ناتجين 2000 أوم ليش يعني الدائرة رنين مو طلعت XL نفسه تعال عوضها بالمطلب الأول إذن L تساوي XL شقد طلعت 2000 على أوم 10 أسموجب 4 10 أسموجب 4 واضح 10 أسموجب 4 بقى انتبه يا أيا L تساوي هاي 2000 10 أسموجب 4 يعني 1 بصفة كم صفر 4 أصفار واضح 1 من تساعد لي فوق شنو 10 أصف جقد سالب 1 فصفر 2 0 2 شنو وحدة L حناري أو شغلة ثانية على اثنين بيها واحد على اثنين شقد بيها بيها واحد على اثنين شقد بيها خمسة وواحد على خمسة شقد هو صفر بوينت اثنين طلعت المطلب الأول L وطلعت المطلب الثاني قبل لا استخرج المطلب الأول عادي كل الصحيح بس شبقالك بقالك التيار أنا معلمك عند قانون يقول لك المقاومة تساوي فرق الجهد على اليمن على التيار زين إذارة التيار آي شا سوي تقسم فرق الجهد على اليمن على المقاومة ويساوي فرق الجهد شقد بالسؤال منطيك يا وانتبع علي أربعمية فرق الجهد شقد بالسؤال منطيك يا أربعمية على المقاومة شقد خمسمية صفرين تروح ويا صفرين وأربعة على خمسة صفر بوينت ثمانية أمبير شوف حلية المطلب الثاني قبل الأول ليش لأن احتاجت XL فما عندي XL رحت حلية الثاني طلعت XC وساويتها بيمن بالXL لأن الدارة شنوى رانين ورجعت عوضتها بالمطلب الأول ماكو أي إشكال حلك صحيح نجي على الثالثين تبهوا ياه نجي على اليمن على الثالثين رايد من عندك زاوية فرق الطور وعامل القدرة انتهنان بعد السالفة عندك كلش بسيطة لأن زاوية فرق الطور شنوى ثابت ناتجها ثابت اللي هو جد يطلع لازم بالأخير صفر وأدنتان الفاي هي عبارة عن شنو X على اليمن على R ويساوي X جد صفر لأن حاصل طرح XL ناقصا X يعني 2000 ناقص 2000 صفر على R شقد 500 إذن تان الفاي يساوي لك شقد صفر وزاوية فرق الطور شقد راح ساوي لك صفر هذا ناتج ثابت بالرهنين رايد وراه عامل القدرة وإحنا عرفنا عامل القدرة شنوى ناتج أيضا ثابت اللي هو كوساين الفاي وكوساين الفاي شقد الفاي مالتنا صفر إذن عامل القدرة عامل القدرة شقد يساوي لك صفر العفو واحد لأن كوساين الصفر شقد واحد فإذن ثوابت فرق الطور صفر وعامل القدرة شنوى واحد واضح زين آخر شي راد من عندك شنو عامل النوعية انتبه ويايا النقطة الرابعة راد من عندك شنو عامل النوعية رابعا عامل النوعية زين قانون عامل النوعية انت تعرفه بقوانين الرأي الحافظة من المحاضرة السابقة اللي هو واحد على R في تحت الجذر L على C نانا راح نطيك ملاحظة مهمة لدك تكتبها ويساوي واحد على R R اشقد واحد على خمسمية في تحت الجذر L على C L اشقد طلع لك صفر بوينت اثنين على C سعة المتسعة صفر بوينت صفر خمسة في عشرة سالب ستة لين بالمايكرو كولوم اهنان الطالب راح يدوخ راح يقول آني ما لأقدر أطلع ناتج هذا مستحيل انا ش راح اقول له اقول له انت عوضيك وادر بيك ان انا راح تشيسي بالرياضيات تعال انتبع على الملاعظة اللي راح اكتملك ياه باوة عندي قانون قانون سحري شنو هذا القانون السحري قدنا قانون السحري يقول QF تساوي XL على R هذا القانون تقدر تطلع بناتج حامل نوعية تعال انتبع عليه اش قد عندك XL عفو اش قد عندك XL بالسؤال 2000 هستو وقت اش قد طلعته 2000 على R اش قد بالسؤال 500 تعال عوضها 500 هاي الصفرين تروح ويا الصفرين 20 كم 5 ويساوي لك 4 تجي تكتب الناتج قد 4 وعامل النوعية خالي من الوحدات زين استاذ هذا القانون اقدر اكتبه بالمسألة هذا القانون فقط نستخدمه في ايجاد ناتج عامل النوعية وبعدها يمسح يعني انت ما تقدر تستخدم هذا القانون بالسؤال تكتب القانون الرئيسي تعوض الارقام شفت ارقامك صعبة تروح الى هذا القانون يطلع لك نفس الناتج بس هذا القانون هو بالاصل خطأ علميا بس ينطيني نفس الناتج صحيح يعني شون ما تقسم هسا الارقام يطلع لك بالاخير اش قد 4 فانت خاف تشوف روحك تجسي بارقام هذا القانون هذا فقط تطلع من عند ناتج ولا شا تسوي اتمسح هذا القانون فقط نستخدمه وفي ايجاد ناتج عامل النوعية وبعدها يمسح ما مسؤول عليك تكتبه بالحل اذا كتبت بالحل احتمال يطيق غلط بس تطلع من عند ناتج وكافي واضح ماردة عيدها مرة ثانية تطلع من عند ناتج وكافي هنا انا اوكي اوكي المطلب الرابع ما السؤال خلاص تعال انتبهوا اياه احنا هنا للمطلب رقم خمسة شوية خلنا بعد هذا هيتشي ونكتب سعة المتسعة التي تجعل متجه الطور للفولتية الكلية يتأخر على المتجه الطور للتيار بزاوية فرق طور باي على اربعة الباي على اربعة ترى هي زاوية خمسة واربعين درجة خاف ما تعرف زين انا ياك متفقين من قبل انه رسمنا كم ربع هو ربعين فوق اكس ال جو اكس سي بالوسط شنوه اللي هو ار زين احنا من وصلنا للرنين من وصلنا للرنين متجه الطور للفولتية والتيار شبه متطابقان ومتلازمان هذا شبه رنين زين هنان لما نحجب السؤال اشقال بقى انتبع علي اشقال هذا متعلمين فوق اكس ال وجو اكس سي هذا متجه التيار هو ثابت على محور اكس اللي هو التيار ثابت على محور اكس بس اشقال قال متجه الطور للفولتية يتأخر يعني الفولتية تأخرت على التيار بزاوية تشقهت زاوية مالته ضاي على اربعة هو قال يعني الدائرة تبدلت صارت ليست رنين واضح الدائرة صارت مرنين ليش لان الفولتية تأخرت على التيار لان الفولتية تأخرت على التيار فخلي ببالك لما تسمع كلمة يتأخر يعني يا ربع ربع رابع والاشارة تكون سالبة لما تسمع كلمة يتقدم يعني يا ربع ربع اول والاشارة شبيه موجبة واضح زياد بعد خلي اكتب لك ملاحظة ملاحظة رقم واحد عندما تسمع بالسؤال كلمة متجة الفولتية يتأخر على التيار فان الزاوية في الربع الرابع ويطلب منك ايجاد ويطلب من عندك ايجاد معامل حث الذاتي او ساعة المتسعة شوفوه شي يقول لك باعش قل لي قل لي جد ساعة المتسعة لتجه المتجه الطور الفولتية يتأخر حتى يعني هو لما يقول لي يتأخر بيا ربع 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 رابع بيا ربع 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 زياد هو مني يتأخر شير من عندي لو محام عامل حد ذاتي لو ساعة متسعة زياد لما لما يقول لك يتأخر فاين ربع ربع رابع ويطلب من عندي شنو L أو C شن نقول له نستخدم القانون الاتي يعقون تستخدم تستخدم هذا القانون أبو ونستخدم ساعة المتسعة أو معامل حد ذاتي هذه ملاحظة رقم واحد ملاحظة رقم اثنين عندما تسمع بالسؤال كلمة متجه الفولتية يتقدم ها هالمرة كلمة يتقدم هناك كلمة شنو يتأخر على التيار فإن الزاوية ورح تقع تقع في الربع الأول الزاوية ورح تقع بالربع الأول ويطلب منك شا يطلب ويطلب منك إيجاد L أو C نفس الشي أما يريد L أو C يعني أما معامل حد ذاتي أو ساعة المتسعة نستخدم القانون الآتي يا قانون رح تستخدم نستخدم القانون الآتي تان الفاي بح المرة فاي صارت موجبة ليش موجبة لأن كلمة يتقدم تساوي XL ناقصا X C على يمن على R واضح تعال خلن نحل السؤال مالتنا هاي الملاحظتين نكتبين يمك يلا كتبتين تعال خلن نحل السؤال مالتنا وأرجع لك على الملاحظتين معا شوي يلا لعفوض حركة الكاميرا تعال انتبهوا يا أيا نرجع على السؤال مالتنا يقول جسعة المتسعة التي تجعل متجهة طور للفولتية المتجهة طور للفولتية الكلية يتأخر عن متجهة طور للتيار سمعت كلمة شنوة بهذا المطلب الأخير الخامس سمعت كلمة شنوة يتأخر أو شغلة يتأخر وش يريد يريد من عندي ساعة المتسعة واضح زين أجه أباوة على السؤال ماتي أباوة على السؤال ماتي ساعة المتسعة زين زاوية زاوية فرقة طور زاوية فرقة طور اللي هي باي على أربعة زين هنا الدائرة تبدلت من خاصية الرنين إلى دائرة ليست رنين ليش لأن الفولتية نزلت على التيار يعني الدائرة صارت شنو ليست رنين رأسا بداية الحل شو تقول له الدائرة ليست رنين يعني المطلب الأول والثاني والثالث والرابع كانت رنين وصلنا للخامس صارت مو رنين ليش لأن الفولتية تأخرت على التيار ما ظارت من الساويات يلا تعال خلنحل زين أنا قلت إذا أسمع كلمة يتأخر بعض الملاحظة الأولى وين تقع بيا ربع ربع رابع زين بعد وراد من عندي سي أو أل شاستخدم يا قانون هذا القانون زين الفاي إشارة شنو الفاي سالبة تساوي X L ناقصا XC عليما على R هاد حس عرفتها بالملاحظة يلا خلنحل الملاحظة ما هاتي بعد أرجع للسؤال تبهوا يا إيه زين ويساوي تان الفاي شقدما الطنيان سالب باي على أربع عليها السالب لأن كلمة يتأخر زين X قبل شوية طلعتها بالسؤال X عوضتها 2000 ناقصا X C هالمرة مجهولة أستاذ مو كانت هنا ألف أقول لك كانت هنا ألف لأن الموضوع رانين هنا الموضوع مو رانين إذن X C تغيرت لأن هو طالب C زين لو هو طالب L كان من تغير كانت تغير X L إذن هس X C هي المجهولة على R R خمسمية 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 واضح يلا اتبهوا طرفين في وسطين بس قبل لأضرب طرفين في وسطين ترى تان ناقصاً 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 X C سائرة زين X يجد 2500 إذن C تساوي واحد عليه تبع عليه خمسة وعشرين فيه هايا مو عشر أسموجة بأربعة هايا كل صفر باعتباره شنو عشر أسموجة بواحد كم صفر أدي اثنين يعني عشر أسموجة باثنين وعشر أسموجة بأربعة يعني عشر أسموجة بستة واحدة الساعة المتسعة شنو فأراد قادي تقدر تبقي الناتج كسري لأن هو بالمنهج منطيك هذا الناتج كسري فانتبهت وياي هنان بالمطلب الخامس شنو إذا قل لك يتأخر فشنو فرح تكون إشارة فرق الطور اللي هي سالبة بس إذا قل لك يتقدم فرق الطور شنو إشارته سالبة زين إذا أراد من عندك فالأكس إير رح تتغير وطلح من هذا القانون وبعدين اطلع إل أو سي من قانون الاعتيادي الموجود بالقوانين المشتركة أهم شي كتبت لهاي الملاحظات اللي أنا دائما اعتبر المطلب الخامس كسؤال واحدة من هذا السؤال ننتقل إلى سؤال نطرح بالامتحان الوزاري حسا طلابنا العزاء نطرح سؤاليا بالامتحان الوزاري المطروحات الأول واحد أنا رح لك ياس وثاني واحد أريد واجب من عندك وإضافة إلى أنه أنا رح نزل حلة إليك بقروبك الخاص زيب أول واحد يقول دائرة التيارة متناوب متوالية الربط فيها ملف مقاومة يعني مطيني المقاومة R اللي هي عبارة عن 20 أوم ومتسعة سعتها سعة المتسعة C خمسين مايكرو فارد ومظر الفولتية المتناوبة V تساوي ميت فولت وبتردد F ميت مية على باي هرتز وكانت القدرة الحقيقية في هذه دارة تساوي القدرة الظاهرية يعني القدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية شي يريد يقول جد معامل الحث الذاتي للملف وتيار الدائرة يعني يريد L وتيار الدائرة I بعد رادة الحث ورادة الساعة هاي أولا ثانيا رادة الحث XL ورادة الساعة اللي هو X ثلاثة رايد زاوية فرق الطور F واربع رايد عامل القدرة ثالثورة عكل السهلات عامل القدرة اتبهوا يا هذا معطى السؤال تعالي خلنحل أول شي أقرأ السؤال توالي قال لي رانين لا بس شغله يقول أن القدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية إذن الموضوع شنو الموضوع رانين قدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية تعال خلنحل أول شي رايد من عندي L زيان برا رانين شنو القوانين اللي اطلع لي L عندي قانون يقول أوميغا تساوي لي واحد على تحت الجذر وعندي قانون آخر يقول الف آر تساوي واحد على تو باي تحت الجذر L في سي واضح هذا عندي قانون زيان أكو يقول يقول لي استاذ استاذ هو مو يريد L احنا ليش راحنا القوانين الرانين ليش ما اروح لهذا القانون انتبع علي يقول قبل شوية انت سويت رحت لهذا القانون قلت أنا ما طول يريد من عندي L اكو قانون واحد يقول XL تساوي omega L بالمشتركة وعندي قانون يقول XL هي عبارة عن 2 by F لل L سي أنا ما طول عندي F ليش ما اطل L من هذا القانون L تساوي المضروب بهين زي جو 2 by F وال XL تساعد لي فوق اقول والله العظيم حلك صحيح بكيفك هذا يستخرج صح وهذا يستخرج صح اما قبل شوية حليت لك السؤال قبل بهذا القانون هس المرة لدي علمك على هذا القانون واضح و XL ما عندك تروح شي تساوي تطلع اكسي ليش لان الموضوع رانين فاذا طلعت ال X ساوي بال XL وتعوض كل صح بس أنا أريد أستخدم لك هذا القانون حتى نتنوع بالحل يلا الافعار هو الترد طبيعي نفسه يعني 100 على باي ويساوي 1 على 2 باي تحت الجذر L في C زيان L أنت ما عندك في ساعة المتسعة شكت 50 في 10 والسالب 6 ليه السالب 6 لأنه بالمايكرو فرط ويساوي طرفين في وسطين شرع سر بعد 100 بي من مضروبة بال 2 باي 100 في 2 باي 200 باي تحت الجذر L في 5 في 10 السالب 5 ليش 10 السالب 5 لأنشلت واحد من الاصفارة وواحد من السوالب واضح ويساوي واحد في باي باي ويا خاصية تساوي اختصر هذا البي ويا من ويا هذا البي شرح يبقى لك يبقى لك 200 تحت الجذر في 200 باي انتبه كم الصفر 4 صفارة 2 في 2 4 اذا 4 اذا بصفة كم صفر باي 4 صفارة 40 ألف في الجذر يروح بالتربيع في عشرة العفو في خمسة في عشرة قص سالب خمسة ويساوي لش قد واحد لان تربيع الواحد شنوى واحد تبع علي تبع تبع علي انا اش اريد اريد ال دائما المضروب بالمجهول وين ينزل ينزل بالمقام من المضروب بالمجهول بس انتبع علي من المضروب بالمجهول باع الاربعة كم صفر وياها واحد ثنين ثلاثة اربعة في خمسة في عشرة والسالب خمسة ولي فوق شنوى واحد باع الاختصار ما تش رح يصير كم صفر داني بس باقالي كم صفر واحد ثنين ثلاثة اربعة ثلاثة كم صفر اربعة اصفارة ششي المنانا اربعة سوالب شي يصير عشرة والسالب واحد اذن لتساوي بس باعنات شو رح يصير سهل عليك واحد على اربعة في خمسة عشرين في عشرة والسالب واحد البقية زيان هاي العشرة والسالب واحد ويا من تروح تروح وياها هذا الصفر اذن ل تساوي واحد على اثنين صفر بوينت خمسة نصف واحد على اثنين نصف صفر بوينت خمسة هنا ري طلعت شنوه قيمة L طلعت شنوه قيمة L وانت تقدر تطلح من هذا القانون اثنيناتهم صحيحات يلا تعال انتبهوا يا ايف شو ريد نطلع ريد نطلع المطلب العفو التكملة اللي هو يريد تيار الدائرة زيان تيار بدار من يطلع ريد انتبه عندي قانون المقاومة تساوي فرق الجهد على اليمن اذا اردت التيار يش يساوي لك فرق الجهد على المقاومة اذا اي يساوي فرق الجهد شقد السؤال يمكن أنت المقاومة 10 كم اثني اي YO 5 امبير واضح؟ هذا المطلب الاول مع السؤال خلاص ثانيا رادة الحظ ورادة الساعة كيفك شتري تطلع XL XC كيفك؟ خلي نروح نطلع XL XL امين تطلع OMEGA L بس ما عندك وعدها قانون يقول 2xF لل L قانون الثاني مالته ويساوي 2xF ترى هاي الافية نفسه تردد طبيعي لانه مستويات في 100 على باي في L قانون طلعته 0.5 يلا انتبهوا هاي البي تروحوا يا من وهي هاي البي هذا الصفر يروحوا يا واحد من الفوارس ويساوي لي XL يساوي لش باقي لك 2 في 10 20 في شنو 5 اذا XL تساوي 5 في 2 ما عندك باقي لانه اول عفو 5 في 20 الصفر ينزل 5 في 2 10 ويساوي 100 او XL اش قد طلعت لي 100 او زياد الدائرة شنو رانين بما ان الدائرة رانين اذا XL تساوي XC وتساوي 100 او ليش لانه الدائرة شنو الدائرة رانين واضح لان الدائرة شنو رانين عفيا يلا اجي الى المطلب رقم 3 هس انت بكل بساطة تحل المطلب الرقم 3 ومطلب رقم 4 يلا رقم 3 شنو ش رايد من عندي استاذ رقم 3 رايد من عندي زاوية فرق الطور زين زاوية فرق الطور انا متعلم عليها تطلع لي من TAN الفاي يساوي X على R انا ومغمض الناتج يطلع لي صفر TAN الفاي X يجقل من تفقين عليها صفر على R هو من طنياها 20 اذا فاي تساوي صفر هذا آني ومغمض الناتج جاسب يجقل يطلع لي صفر رايد من عندي رابعا شنو عامل القدرة آني ومغمض عامل القدرة يجقل يطلع لي واحد لان كوساين الفاي هو يساوي كوساين الفاي يجقل صفر وكوساين الصفر هو يجقل واحد شوف لني ثوابت بكل سؤال يطلع عن نفس الشي هذا السؤال حلينا هسه بس على فكرة وانوه الى تنويه كلش مهم ترى انت متحل اي سؤال متحل اي سؤال من هاي الاسئلة اذا ما حافظ القوانين المشتركة وقوانين الرنين كل القوانين يطلع لك ناتج نفس الشي انت شوف القانون اللي يفيدك واللي تحس انه حل بسيط استحدمه واضح؟ هذا السؤال حلينا هذا السؤال اريده من عدكم مواجب يلا الكل يحله هذا السؤال اريده من عدكم مواجب اضافة الى ايضا انا ازل لكم حل انا طلاب الاعزاء تنتي محاضرتنا اليوم وانتهى موضوع الرنين اريدكم بالانتحانات درجات كاملة تحياتي لكم طلاب الاعزاء